السلام عليكم والخشب عندي الليمون الأربطة مشابك الورق والورق والمطاط الماء القصدير والأكياس البلاستيكية وعننا الزجاج نحظو الزجاج وعندي الدارة الكهربائية البسيطة وعننا هون رح أسجل نتائج التجربة كل نتائج التجربة رح تكون مكتوبة عندي على هذه الورقة الآن أهم إشي يا رابع يكون عندي موجود الدارة الكهربائية وأنا الدارة الكهربائية اللي عندي بسيطة جدا لاحظوا إنها بتتكون من مصباح وأسلاك التوصيل والبطارية والدارة الكهربائية اللي عندي غير مغلقة هي دائرة غير مغلقة المفتاح طبعا مفتاح من أجزاء الدارة الكهربائية رابع أن الكهرباء المسؤولة عن تشغيل الأجهزة الكهربائية ومصدر هذه الكهرباء لها مصادر خاصة مثل البطارية فلاحظوا إن حركة هذه الكهرباء بتكون على شكل جسيمات صغيرة وحركة هذه الجسيمات تخرج من البطارية ثم تعود إلى البطارية حتى تعود إلى البطارية فهي تحتاج إلى مصار وإلى ممر تمر من خلاله أنا عندي هاي المصار هو أسلاك نحاسية أسلاك محاسية هي تتكون هذه الأسلاك من جزئين من الداخل نحاس ومن الخارج مادة عازلة وهي البلاستيك الآن الأسلاك النحاسية هي طريق هذه الشحنات للوصول إلى الطرف الآخر للبطارية طيب لو استبدلنا هذا السلك سلك النحاسي مثلا استبدلناه وحطينا قطعة من الصوف حطينا صوف خيط من الصوف أو حطينا مطاط هل رح تمشي هاي المطاط رح تسمح للجسيمات إنها تمر رح تشكل لها طريق وممر تمر من خلالها حتى توصل لطرفها الآخر للبطارية رح نشوف ونجرب مادة مادة الآن بدل ما استبدل السلك كامل رح أعمل أوصل قطعة المطاط أو قطعة الحديد أو قطعة البلاستيك المواد اللي كانت موجودة معي المواد رح أوصلها بين طرفي السلك رح أشوف هل تغلق الدارة هل يضيء المصباح ورح أسجل نتائجي هون رح أبلش بمادة مادة من هاي المواد وأختبر إنها رح تشكل ممر وطريق للشحنات الكهربائية من عيد إنه رح أمسك مادة مادة ومن هاي المواد الموجودة عندي والأدوات الموجودة عندي من الحديد والألمنيوم والنحاس والذهب والفضة والمطاط والقصدير رح أشوف وأختبر إنها موصليتها للكهرباء رح أوصل كل مادة من هاي المواد بين طرفي السلك بين الطرف والطرف الآخر للسلك رح أحط هون المادة وأشوف هل رح تشكل هاي المادة ممر ومسار للجسيمات الصغيرة حتى تمر من خلالها وتوصل للطرف الآخر للبطارية حتى توصل حكينا للطرف الآخر هاي جسيمات أثناء حركتها بتحتاج إلى ممر إلى طريق حتى تمر من خلاله رح أبلج بالتجربة وأسجل نتائجي مادة مادة رح نحط الألمنيوم قطعة الألمنيوم لاحظوا إن المصباح يضيء المصباح عندي يضيء الدارة مغلقة هاي المصباح يضيء والدارة الكهربائية مغلقة إذن بس نتج إنه الألمنيوم مادة موصلة للتيار الكهربائي الآن بوصل قطعة النحاس بطرفي السلك لاحظوا شو بتلاحظوا إن المصباح يضيء والدارة مغلقة لما تكون الدارة مغلقة يضيء المصباح بعرف إنه فيه تيار كهربائي بالتالي قطعة النحاس شكلت ممر للجسيمات الصغيرة لاحظوا هاي قطعة النحاس وصلتها بطرفي السلك ولاحظت إن المصباح الكهربائي لاحظوا يضيء المصباح الكهربائي إذن بسجل نتائجي النحاس يضيء والدارة مغلقة فهي مادة موصلة للتيار الكهربائي تسمح بمرور الشحنات الكهربائية جسيمات تخرج من البطارية طبعا بتشكللها طريق أو ممر بإمكاني أستبدل السلك كامل بسلك من النحاس أساسا السلك اللي دائما بستخدمه في دارة الكهربائية هو سلك من النحاس هاي قطعة النحاس أثبتنا إنها مادة تسمح تشكل مادة موصلة توصل الشحنات الكهربائية توصل الشحنات ممر وطريق للجسيمات الصغيرة للوصول إلى الطرف الآخر للبطارية لاحظوا كان عندي المصباح يضي الآن رح نجرب قطع الحديد بوصل طرفي السلك بقطع من الحديد لاحظوا الحديد بلاحظ إنه المصباح يضي الدارة مغلقة إذن الجسيمات أو الشحنات الكهربائية خرجت من البطارية طبعا هذا السلك كان ممرها شكلت قطعة الحديد ممر وممر وطريق لوصول الشحنات الكهربائية للطرف الآخر للبطارية لاحظوا كيف إنه المفتاح يضيء المصباح يضيء والدارة مغلقة الآن رح أجرب مشابك الورق ولح ألاحظ إنه المصباح يضيء والدارة مغلقة الدارة مغلقة المصباح يضيء طبعا مشابك الورق وصلت طرفي السلك بمشابك الورق يعني بإمكاني بدل سلك الكهربائي الموجود اللي باللون الأخضر أحط سلك من مشابك الورق بتشكل هي ممر توصل الشحنات إلى الطرف الآخر للبطارية توصل الجسيمات إلى الطرف الآخر يعني بتسمح للتيار الكهربائي التيار اللي هي الجسيمات إنها تمر من خلاله فهي تشكل ممر وطريق لاحظوا عندي المصباح يضيء بسجل النتائج مشابك الورق يضيء المصباح والدارة بتكون مغلقة والتيار الكهربائي توصل للتيار الكهربائي لاحظوا مشابك الورق كيف المصباح الكهربائي يضيء والدارة مغلقة الآن رح أستخدم الأربطة أوصل طرفي السلك بالأربطة لاحظوا عندي أن المصباح لا يضيء الدارة غير مغلقة فالدارة مفتوحة غير مغلقة المصباح لا يضيء إذن بسجل نتائجي أنه عندي أربطة الأحتياء لا يضيء وغير مغلقة فهي مادة عازلة تعزل الشحنات فهي لا تسمح للجسيمات الكهربائية بالمرور من خلالها خلينا نجرب الصوف قطعة الصوف أيضا ما بتسمح للكهرباء بالمرور من خلالها لاحظوا قيوت الصوف ما سمحت للكهرباء أنها تمر من خلالها فالمصباح لا يضيء والدارة غير مغلقة يعني كأنه هون عندي شكلنا نحكي طبعا وصلنا طرفي السلك بقطعة من الحديد لاحظوا أن الحديد شكلت ممر وطريق لوصول الشحنات بتوصل الجسيمات الصغيرة بتوصل الكهرباء للطرف الآخر عشان هيك تميتها مادة موصلة المصباح يضيء والدارة الكهربائية بسجل نتائجي عندي الحديد يضيء الدارة مغلقة فهو مادة موصلة لاحظوا يضيء الدارة مغلقة لما تكون الدارة مغلقة يضيء المصباح بيكون في مرور للتيال الكهربائي فهي سمحت للجسيمات بالمرور من خلالها لاحظوا قطعة الحديد شكلت ممر وطريق لمرور الجسيمات الصغيرة المصباح يضيء الآن بجرب الذهب قطع من الذهب وصلت طرفي السلك بقطع من الذهب المصباح يضيء والدارة مغلقة لاحظوا ان المصباح يضيء والدارة الكهربائية مغلقة اذا الذهب بستنتج انه مادة موصلة توصل الشحنات الكهربائية والجسيمات الى الطرف الآخر للبطارة تشكل ممر طريق تسمح للشحنات بالمرور من خلالها تسمح للكهرباء بالمرور من خلالها الآن بسجل النتائج الذهب يضيء والدارة مغلقة فهو موصل للتيار الكهربائي يسمح بوصول الجسيمات الى الطرف الآخر البطارية عشان هيك سميتها مادة موصلة يعني بتوصل بتوصل الجسيمات الى الطرف الآخر للبطارية لانه الجسيمات تخرج من البطارية حركتها تخرج من البطارية ثم تعود الى البطارية فهي وصلت الجسيمات ممر موصل لمرور هاي الجسيمات لاحظوا كيف المصباح يضي عندي الدارة مغلقة الآن رح أجرب الفضة بربط طرفي بوصل طرفي السلك بقطعة الفضة بلاحظ أنه الدارة مغلقة بدليل أنه المصباح الكهربائي يضي إذن المصباح يضي الدارة مغلقة وصلنا طرفي السلك بقطعة الفضة بسجل النتائج اللي توصلت إلها أنه المصباح يضي في حالة الفضة والدارة مغلقة وهي موصلة بالتاري للشحنات الكهربائية تساعد على توصيل الشحنات إلى الطرف الآخر للبطارية توصل الشحنات إلى الطرف الآخر لاحظوا يضي المصباح عندي المصباح يضي هاي قطعة الفضة طرفي السلك الكهربائي موصول بقطعة الفضة بإمكاني أستبدل يعني السلك كامل وأحط سلك من فضة رح نجرب الآن القصدير رح أوسل طرفي السلك بقطعة القصدير لاحظوا الطرف الأول والطرف الثاني ووسلهم بقطعة القصدير لاحظوا أن المصباح يضيء والدارة مغلقة بما أن الدارة مغلقة على طول بشوف أن المصباح يضيء إذن بستنتج أن القصدير هي مادة موصلة توصل الشحنات وتوصل الجسيمات إلى الطرف الآخر للبطارية فهي مادة موصلة تسمح بمرور الشحنات تشكل ممر وطريق لحركة هذه الجسيمات من البطارية ثم عودتها إلى البطارية لاحظوا بإمكان يعني أستبدل السلك وأحط مكانه بسلك من القصدير لاحظوا إضاءة المصباح بسجل النتائج أن القصدير يضيء والدار الكهربائية مغلقة فهي مادة موصلة الآن بجرب مشابك الورق الآن بجرب مشابك الصوف خيوط الصوف لاحظوا إن المصباح لا يضيء والدارة غير مغلقة يعني كأنه من هون ما في عندي إشي يوصل الشحنات يوصلها للطرف الآخر للبطارية فبتكون الدارة غير مغلقة بسجل النتائج الصوف لا يضيء غير مغلقة وهي مادة عازلة الآن عندي الخشب بوصل الطرفي سلك بالخشب فلاحظ إن المصباح لا يضيء فالخشب هي مادة عازلة وبسجل النتائج بسجل النتائجي الخشب لا يضيء الدارة غير مغلقة المادة عازلة إذن طلعت عندي المادة عازلة تعزل الشحنات لا تسمح للجسيمات بالمنور من خلالها لا تغلق الدارة الكهربائية تشكل ممر مغلق لا تسمح بمرور الجسيمات زي ما شفنا لا يضيء المصباح الدارة غير مغلقة أنا عشان يضيء المصباح لازم تكون الدارة غير مغلقة لأنها ما سمحت للشحنات إنها تمر لما وصلت الشحنات هون لم تسمح للشحنات بالمرور من خلالها عندي الممحة نفس الإشي بلاحظ إن المصباح لا يضيء الدارة غير مغلقة فيعتبر مادة الممحة تعتبر الممحة مادة عازلة للتيار الكهربائي لا تسمح بمرور الجسيمات لا تشكل ممر لا تشكل طريق لسير هذه الجسيمات بلاحظ إنها مادة غير موصلة للتيار الكهربائي إذن الممحة لا يضيء غير مغلقة وهي مادة عازلة أنا سجلت النتائج اللي توصلت إليها لما جربت الممحة وصلتها بطرفي السلك الآن بنجرب الورق بلاحظ إن المصباح لا يضيء والدارة غير مغلقة فهي مادة عازلة إذن بسجل النتائج عندي الورق مادة لا يضيء غير مغلقة لا يضيء المصباح من خلالها وهي لا تغلق الدارة الكهربائية فبالتالي هي مادة عازلة هاي الورق لا يضيء غير مغلقة فهي مادة عازلة بنجرب المطاط بوسل المطاط بين طرفي السلك بلاحظ أن المصباح لا يضيء والمادة المطاط هي مادة عازلة فالدارة الكهربائية غير مغلقة يعني صعب أني أستبدل عندي السلك الكهربائي بخيط من المطاط بقطعة من المطاط لأنه مادة ما بتوصل الشحنات صعب أني أوصل السلك الكهربائي أستبدله بقطعة من المطاط لاحظوا أن المصباح لا يضيء وأن الدارة غير مغلقة بسجل النتائج المطاط لا يضيء الدارة غير مغلقة فهي مادة عازلة الآن بجرب البلاستيك بلاحظ نفس الإشي إن المصباح لا يضيء الدارة غير مغلقة بوصل طرفي سلك بالبلاستيك إذن لا يمكن استبدال السلك النحاسي بالبلاستيك لتوصيل التيال الكهربائي لإضاءة المصباح إذن البلاستيك يشكل مادة عازلة بسجل النتائج المصباح لا يضيء غير مغلقة والمادة عازلة الآن بجرب الزجاج بوصل طرفي السلك بالزجاج المصباح لا يضيء والدارة غير مغلقة هاي الزجاج عندي لوح الزجاج موصول فيه لاحظوا لوح الزجاج هاي عندي اللوح لاحظوا المصباح لا يضيء والدارة غير مغلقة بسجل النتائج أن الزجاج لا يضيء والدارة غير مغلقة والمادة عازلة الآن كثير في عنا تساؤلات حول الليمون والماء هل الليمون والماء مواد موصلة للتيار الكهربائي؟ يعني ما رح أعرف الجواب إلا لما أجرب بالتجربة والمشاهدة رح أعرف أنه هل الماء موصل؟ كثير في تساؤلات حول الماء حول الليمون أنه مادة موصلة أو مادة عازلة للتيار الكهربائي هل الماء ممكن يشكل طريق ومسار لمرور الشحنات الكهربائية؟ هل الليمون بشكل مادة لمرور الشحنات الكهربائية لمرور الجسيمات او التيار الكهربائي دعونا نرى التجربة اللي راح تثبتنا ان الماء والليمون مواد موصلة او عازلة الان لاحظوا عندي وصلت طرفي السلك بالماء لاحظوا ان المصباح يضيء وان التيار الكهربائي الدارة مغلقة المصباح يضيء طبعا اذا بدي اضاءة اكثر بضيف ملح جربوا اضيف ملح واشوفوا اضاءة المصباح راح يطلع اضاءة المصباح اقوى لاحظوا اطراف السلك موجودة بالماء اذا بلاحظ ان الماء مادة موصلة استنتجت ان الماء مادة موصلة لاحظوا ان المصباح يضيء عندي المادة الدارة مغلقة اذا مادة الماء هي مادة موصلة للتيار الكهربائي تشكل طريق لمرور الشحنات الكهربائية بسجل الملاحظات الماء يضيء وهو مادة موصلة وتغلق الدارة الكهربائية نرجع للماء ونشوف الماء عندي لاحظوا المصباح يضيء عندي الدارة مغلقة وضعت اطراف السلك في الماء لاحظوا كيف حطينا اسلاك السلك في الماء الطرف الاول وطرف الثاني اذا بدي اضاءة اكثر للمصباح جربوا تحطوا ملح لانه معظم الحمود الموالح بتكون موصلة للتيار الكهربائي رح اجرب الليمون هل النتيجة اللي توصلت الها في الماء هي نفس النتيجة اللي رح اتوصل الها في الليمون رح اجرب واشوف رح اوصل طرفي السلك بالليمون لاحظوا طرف الاول والطرف الثاني للسلك الان بنتبه لاضاءة المصباح بلاحظ انو المصباح يضيء اذا المصباح عندي يضيء لاحظوا اضاءة المصباح اذا بستنتج انو الليمون هي مادة موصلة للتيار الكهربائي لاحظوا معي الليمون هي مادة موصلة للتيار الكهربائي تعمل على اضاءة المصباح وتغلق الدارة الكهربائية اذا خلينا نكتشف ونشوف اه عندي الليمون هو يضيء ويغلق الدارة الكهربائية ومادة موصلة للتيار الكهربائي نرجع نشوف الليمون لاحظوا الدارة المفتاح لاحظوا المصباح يضيء والدارة مغلقة المصباح يضيء والدارة مغلقة احنا هيك يا رابع استنتجنا انو في مواد موصلة ومواد عازلة للكهرباء مواد تسمح بمرور الجسيمات الصغيرة تسمح بمرور تيار الكهربائي من خلالها ومواد لا تسمح المواد التي تسمح مثل الالمنيوم النحاس الذهب الفضة والقصدير والماء والليمون المواد التي لا تسمح مثل البلاستيك وعننا الاربطة وخيوط الصوف والمطاط وكمان عندي الممحة والخشب هذه مواد لا تسمح بمرور التيار الكهربائي بامكانكم تجربوا اكثر من هيك مواد وتشوفوا بالبيت اذا عندك دارة الكهربائية جرب وصل طرفي السلك بالماد اللي بدك تشوف تختبر موصليتها للتيار الكهربائي الآن شوفوا يا رابع هاي النتائج اللي توصلت إلها مثلا ببعض المواد أنا اختبرت مواد أكثر من الخشب والحديد في عندي نحاس القماش البلاستيك الورق أنا شفت كمان الماء والليمون عملنا تجربة على الماء والليمون والقصدير وشفنا إنه بعضها كان موصل وبعضها كان غير موصل كل المواد اللي اختبرناها بعضها كان موصل وبعضها كان غير موصل المواد اللي وصلت وأضاء المصباح وأغلقت الدارة الكهربائية سميتها مواد موصلة والمواد اللي ما أغلقت الدارة الكهربائية لم يضيء المصباح من خلالها سميناها مواد عازلة إذن المواد الموصلة هي المواد اللي تتسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها والمواد العازلة هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها ان شاء الله تكونوا استفدتوا وهذا اخر درس في واحدات الكهرباء.